خالد أهلا بك معنا في الجدعان الريل ستيت أهلا بك لعبة البادل ابتدت سنة 1969 لكن ما انتشرتش غير مؤخرا وانتشرت كنار في الهاشين زي ما بيقولوا مزبوط تفسير حضرتك إيه؟ هي اللعبة بدأت فعلا 1969 في المكسيك كان الهيستري بتاعتها انه كان راجل غني جدا وبيحب التانس وبعد كده كان عنده مشكلة في المساحات فقرر يعمل ملعب تانس بالرول بتاعته تانس بالزبط بس ملعب صغير وبعد كده بدأ يكبر في السن وبدأت الكار تروح بعيد فقرر يقفل الملعب من هنا جات فكرة البادل هو كان من العيال ملكة في المكسيك وكان عنده بعض الكونيكشنز في أسبانيا والأرجنتين بالتحديد فواحد صاحبه زاره وعجبته اللعبة رجع عملها في الأرجنتين واحد صاحبه زاره رجع عملها في أسبانيا من ساعتها أسبانيا وأرجنتين هم أكتر دولتين مسيطرين على اللعبة وبالنسبة للهين في مصر اللعبة بتدت إمتى تريبا؟ اللعبة بدأت 2014 بالتحديد شهر ثلاثة وقعدت من 2014 لغاية 2017 ما خدتش حجم الانتشار اللي هي واخدتها دلوقتي ابتدت إزاي؟ ابتدت في كومباونز يعني بدأ في التجامع الخامس بدأ في اثنين كومباونز كومباونز كان فيه أربع ملعاب والكومباونز التاني كان فيه ملعبين ايه أول كومباونز تعمل فيه ملعب بدأ؟ أول كومباونز كان سوان ليك اللي في التجامع الخامس بدأ بملعبين وبعده ممكن لحسن علام وبعده بشهرين ثلاثة فتح في الطمية هايتس أربع ملعب ولكن هي عارت مثلا سنتين ونص أو ثلاثة الناس ما كانتش لسه فيه بطولات ما كانتش فيه إجزيبيشن ماتشز ما كانتش فيه أكاديميز فالانتشار اللعبة كان بطيق شوية ساعتها ولكن من أول 2017 كده خارت حجم انتشار مختلف تماما خالد انت من أبطال اللعبة ومن ضمن المنتخب القومي تقدر تقول لنا وضع مصر دلوقتي في اللعبة عالميا نعمل ايه؟ الحمد لله شاركنا في كاس العالم السندي اللي اتعمل في الإمارات كنا 17 دولة ولكن في نوطة مهمة جدا قبلها حابب أتكلم عليها هي تصفيات كاس العالم احنا استضافنا في مصر هنا تصفيات كاس العالم السنة اللي فاتت احنا شاركنا في الإمارات في التصفيات ولكن ما كانش لدينا نصيب تلعنا مركز خامس من سادس وهو بلد واحدة بس اللي بتتسعاد السندي الحمد لله كان لدينا نصيب احنا كنا سبع دول مشاركة من ضمنهم استراليا والإمارات وإيران واليابان والسنغال كان في دول عندها فرق جمدة جدا الحمد لله احنا السندي كنا جاهزين بشكل أجبر بكتير بالدعم من الاتحاد ووزير شبابه الرياضة دعم القصة بشكل كبير جدا تلعنا الاول على التصفيات كابت تلعامل على ملعبنا هنا والحمد لله قدرنا نحقق إنجاز إن احنا نسافر الإمارات ونلعب كاس العالم لأول مرة في تاريخ البلد انت بتقديد تلعب اللعبة سنة 2015 انت قررت كمان انك انت ما تبقاش بس بطل في اللعبة وفي المنتخب لا قررت تقلب الموضوع لبيزنس وانت معروف انك انت من أكتر الناس اللي ساهمت في انتشار اللعبة في مصر ممكن تقول لنا الموضوع ابتدى معاك ازاي؟ مضبوط هو ده سؤال حلو جدا نصراحة دايما بنتسئله لان احنا بدأنا اللعبة في 2015 وبدأنا نلعب بطولات اللي هي المحلية الفرينلي اللي هي الدورات الرمضانية لغاية 2017 وبعدين قررنا أنا وسيف شريكي نحن نسافر بره نلعب بطولات دولية ودي كانت الصدمة ساعتها ان احنا حسينا ان احنا بنلعب حاجة تانية جوه ملعب البادل فلما رجعنا مصر دي كانت البداية ان احنا انشأنا شركة وقلنا خلاص احنا هننقل الفيجين بتاعتنا بدل ما احنا نعايزين نبقى ابطال في اللعبة دي والنفس بشكل محترف احنا هننشئ شركة الشركة دي تكون الفيجين بتاعتها انها بتطلع جونيورز محترفين على مدار سبعة تمان سنين ان شاء الله وبتديتوا من هنا تنشئوا ملاعب للبادل بالضبط احنا بدأنا بملعبين حاليا احنا الحمد لله عندنا حوالي سبعين ملعب سبعين ملعب سبعين ملعب سبعين ملعب بادل من كم ملعب في مصر النهاردة من حوالي تلتمية وخمسين ملعب بادل يعني انتو عندكو تقريبا عشرين في المية ماركت شير مضبوط الحقيقة احنا كمان من سنتين ودي كانت المفاجأة بالنسبة لنا ان احنا كنا حابين نشجع الصناعة المصرية كنا الاول بنستورد ملاعب من برا وبعد كده كان فيه مشكلة عندنا في الشغل ان احنا مش لقيين نجيلة صناعي بشكل كبير في مصر يعني ما كناش نعرف ان فيه مصانع وكنت بتفرج بالصدفة على برنامج الجدعان ولاقيت بالصدفة المهانس كريم اسماعيل العامل مقابلة تقريبا مدتها عشر دقيق الموقف ده يعني كوميدي جدا لانه انا طريت طبعا انا يعني الواحد لا يمكن كان يصدق ان فيه مصنع بيصنع نجيلة صناعي للبادل في مصر واعدت اعمل ريسج كبيرة قوي اونلاين عشان احاول اشوف لو فيه مصانع في مصر بتنتج نجيلة صناعي ولقيت الفيديو الخاص ببرنامج الجدعان ولقيت مهانس كريم اسماعيل بيحكي تقريبا في عشر دقايق لغاية اخر عشر ثمانية او عشر ثانية في الفيديو قال كلمة بادل ما صدقتش نفسك سعيد اه اول ما قال كلمة بادل حسيت يعني ان ايه ان خلاص الاحلام تفتحت لي في مصر واعدت ادور على كونتاكت لباشموهندس كريم وصلت له والحمد لله تناقشنا ان احنا ازاي نكبر اللعبة دي في مصر وهو الصراحة كان مدعم للعبة بشكل كبير جدا يمكن اخر مثلا ميت ملعب في مصر معمولين هو عامل تمانين في المائة من نجيلة الصناعية بتاعتهم مش بس كده اذا كمان نجيلة دي تلعب عليها تصفيات كاس العالم وده من اكبر الحدث احداث thepadle النيجيلة المحلية اللي بتصنع في مصر نجيلة المحلية بالضبط اللي بتتصنيع في مصر وهالنيجيلة دي لعب عليها منتخابات العالم كله عندنا هنا في التصفيات فهي طبعا متابقة نظر العالمية طبعا هي معترف بها من الاتحاد الدولي أنا عرفت كمان أنتو عندكو أبليكيشن للبادل ممكن تعرفنا عليه عندنا أبليكيشن اسمه SR Paddle عليه حوالي أربعين ألف يوزر بيقداروا يختاروا أي مكان من السبعتاشر لوكيشن أي حد ساكن في أي حتة في مصر يقدر يشوف الملاعب دي ويقدر يشوف الأفليبيليكي بتاعتها ويخش يحجز كمانا ويخش يحجز فبتسهل عماية الحجز بشكل كبير جدا لكل اللعيبة اللي موجودة في مصر